ولد الممثل الاردني القدير انور خليل حسن عطية في السابع والعشرين من ديسمبر لعام الف وتسعمية ثلاثة وخمسون في عمان احب التمثيل منذ طفولته حيث كان يجمع من اولاد الحي قيمة التذكرة لحضور فيلم بالسينما ليعود ويروي لهم الفيلم بكافة تفاصيله ومن ثم بدأ يشارك بالمسرحيات التي كانت تعرض في مخيم الحسين بعد ذلك ذهب الى سوريا للدراسة حيث تخرج ليصبح مهندسا زراعيا ذهب للعمل بدبي في منتصف السبعينيات ليعمل في احدى الشركات الزراعية ولكنه عاد بعد ستة شهور الى الاردن تخرج من جامعة دمشق عام الف وتسعمية خمسة وسبعون من اشهر اعماله شارك في مسلسل زنوبيا ملك التدمر وابدع في دور اذينه زوج زنوبيا وبعد ذلك النجاح عمل انور بالعديد من المسلسلات التاريخية والبدوية والاجتماعية بل هو من القلائل الذين شاركوا في مسلسلات مصرية من انتاج اردني وبرز انور في ادوار الشر في حين انه برز في المسرح بادوار الكوميديا من مزايا الفنان انور خليل انه يملك ثقافة فنية عالية الى جانب الثقافة العامة من اشهر اعماله التلفزيونية اللغز البدوي غريب الدار الصعود الى الهاوية بين الوديان حياتنا امل نهاية صيف ميراث السنين محاكمة ابن المقفع لمن يغرد العندليب لقاء النشامة كلمة اخيرة قناديل الفجر صراع الجبابرة رجل في الظلام حياتنا امل حكايات فيها حكمة بين نارين المشهد الاخير الليل الطويل اللغز البدوي الفرمان الصعود الى الهاوية الشرخ الدليل الحائر التائه البريء الأسوار آخر المطافة مسلسل الرسوم المتحركة التنين الصغير في عام 1972 هارون الرشيد عام 1977 عروه بن الورد عام 1978 شجرة الدور عام 1979 أحمد باشا الجزار عام 1979 أبو فراس الحمداني عام 1979 مسلسل نيلز عام 1980 فارس الفتى الشجاء عام 1980 الكواكبي عام 1980 الضمير عام 1980 سيف الله المسلول خالد بن الوليد عام 1981 اللغز عام 1981 المسعور عام 1982 توتاوى عام 1983 الذئاب عام 1983 فيردي الجزء الاول عام 1984 فولترون عام 1984 الشريكان عام 1984 محاكم بلا سجون عام 1985 ريمال لا تموت عام 1985 النص بالنص عام 1985 أسيرات الحب عام 1985 راعي الأولة عام 1986 وشم على جدار الزمن عام 1987 حماة الكواكب عام 1987 بين الوديان عام 1987 فيلون عام 1988 ليه يا زمن عام 1989 سنوات الصبر عام 1989 حتى آخر جندي عام 1989 بيف وهركول عام 1989 القصير عام 1989 السيف والصحراء عام 1989 من الألف إلى الياء عام 1990 في قديم الزمان عام 1990 صاحب الظل الطويل عام 1990 آن الأوان عام 1990 الخاتم عام 1990 الأيام السعيدة عام 1990 أصايل عام 1990 ابن حران عام 1990 ولدي العزيز عام 1991 جولي وجولي عام 1991 أيام العمر عام 1991 غريب ديار عام 1992 الكف والمخرز عام 1992 الزمن المر عام 1992 الجذور الطيبة عام 1992 تعاليل عام 1993 رمال وآمال عام 1994 القرار يصدر غدا عام 1994 عمان في التاريخ عام 1995 إعلي وهو الأيام عام 1995 شهناز في بلاد الألغاز عام 1995 التراب المر عام 1995 أبو حيان التوحيدي عام 1995 مقادير عام 1998 عرس الصقر عام 1998 جرح الغزالة عام 1998 من الرأس إلى القدم عام 1999 الشمس بعد الغيوم عام 1999 سألوني عام 2000 الدرب الطويل عام 2000 أمواج الحلم والانتظار عام 2001 وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة